اشتركوا في القناة والفرع هو الذي يبنى على ذلكم الأصل فإذا قيل أصول السنة أو أصول الدين فالمقصود بها الأصول التي تقوم عليها العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المقطع فوائد عدة نلخصها فيما يلي أولا السنة ما المقصود بها السنة لها عدة معاني فقد تطلق على ما يقابل البدعة وهي المرادة هنا وتطلق على وتطلق على المندوب عند الفقهاء وعند أهل أصول الفقه وتطلق على الطريقة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولعل هذا هو المراد هنا أن السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي المقابلة للبدعة والمراد بها هي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد هذا هو معنى السنة بشكل عام وهو الذي يضاف إليه المسلمون فيقال أهل السنة يعني المتمسكون بالسنة والثابتون عليها والذين لا يخرجون عنها وذلك بتطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح وقوله عندنا أي عند أهل السنة وأهل السنة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقتدون به ولا يقتدون يقدمون هديه على كل هدي وهم المعنيون بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهي الجماعة وبقوله هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولعلها أيضا مرادة بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من استنصر بها فهو منصور ومن اهتد بها فهو مهتدي ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ترجمة نانسي قنقر